أهلاً أنا سلمان الغامدي طالب امتياز وعضو في فريق أفكار العلاج الطبيعي أو BTITS رح أكون معاكم بإذن الله كل أحد في برنامج بعنوان كيف نعاملهم هذا البرنامج نحاول نتعرض فيه على مهارات التواصل مع المريض إيش هي ردات الفعل المناسبة لكل مريض بما يطور من العلاقة بيننا وبين المرضى وبالتالي التحسن في صحتهم بإذن الله حابة نوه قبل ما نبدأ أن هذا البرنامج موجه لكافة التخصصات الصحية وليس حصراً على العلاج الطبيعي وبالتالي فإن بعض الأمثلة اللي حنذكرها ما حتكون خاصة بالعلاج الطبيعي بل لكل التخصصات بإذن الله حنتعرف على مصطلح مهم جداً وهو مصطلح المقابلات التحفيزية أو Motivational Interviewing هذا المصطلح أول ما إن شاءه كانوا يهدفون لشيء واحد إنهم يطورون الخطة العلاجية إلى أنها تكون طويلة الأمد For Long Terms وليس قصيرة الأمد حنتعرف على أهميتها أهمية المقابلات التحفيزية إش هي مبادئها وكذلك وسائل التواصل مع المريض التي تخدم هذه المقابلات التحفيزية قبل ما نبدأ حلقة اليوم فيه كم نقطة أساسية مهمة جداً لازم نعرفها أول شيء إن المقابلات التحفيزية هدفها إن نستخرج أفضل ما عند المريض من أفكار ومن مبادئ ليش؟ عشان نشط التحفيز الذاتي في المريض لتغيير السلوك الصحي وتحسين الخطة العلاجية كما ذكرنا إلى أنها تكون طويلة الأمد ثانية نقطة مهمة إنه المريض طالما جاك العيادة معناته عنده نقطة تقدر تبدأ منها عنده نقطة تحفيز تقدر تبدأ منها حتى لو ظهر لك المريض على إنه محبض تماماً أو غير محفز تماماً طالب أنه أتى إليك إلى العيادة معناته عنده نقطة تقدر تبدأ منها تمام آخر حاجة عندنا اللي هي بعض الخصيين ينقروني أخينا نسوي الأشياء هذه طوال سنواتي طوال سنوات عمري أنا أستمع للمريض أنا أسأله أنا أقشه أحاوله بس مع ذلك ما في نتيجة هنا ممكن اللي أتوضحه إنه ترى هي مهارة زيها زي أي مهارة علاجية أخرى تحتاج الكثير من التدريب تحتاج الدراسة في بعض التركات مهمة جداً أنك تتعلمها وتدرسها عشان تطور من سلوك المريض وبالتالي تطور من الخط العلاجية لأنها تكون ذات كفاءة عالية طيب حلقة اليوم هنتحدث فيها عن تغيير سلوك المريض في المقابلة في العيادة بأفضل طريقة ممكنة هنتعرفيها على مبادئ إرشادية أولاً مقاومة الرغبة بالتصحيح فهم واستكشاف دوافع المريضة الخاصة الاستماع الفعال وأخيراً تمكين المريض يختصروها باختصار لطيف وهي كلمة ترول resist understand listen وأخيراً empower هنبدأ إن شاء الله بمقاومة الرغبة بالتصحيح نقصد في مقاومة الرغبة بالتصحيح هذه الصفة التي موجودة في أغلب الأخصائيين وهي صفة ممتازة جداً فعلاً هي الصفة التي نقصد فيها أن أغلب الأخصائيين أول ما يدخل المريض عنده دائماً يطالع في الأشياء السلبية يحاول يعرف إش هي مشاكل المريض وعنده هذا النداء الداخلي أنه أنا لازم أصحح هذا الخطأ في المريض أنا لازم أصحح مشكلة رقبته لازم أصحح مشكلة كذفه مشكلة التدخين مشكلة السمن عنده حتى لو المريض ما أتكلم فيها حتى لو المريض ما هو هذا السبب الرئيسي أنه جاء العيادة فيها هذه الصفة كويسة لكنها للأسف تعارض طبيعة بشرية موجودة عندنا وهي أن البشر يقاومون أي توجيه مباشر حتى لو كنا موقنين داخلنا بأن لدينا فعلاً عادة خاطئة نأخذ أقرب مثال التدخين المدخنين لو جاءك العيادة مريض يشتكي من ركبته يشتكي من ظهره ويجيته أنه مدخن شريع بعض الخصيين يوجه توجيه مباشر على طول يا عاما نشوف أن التدخين هذا حيضرك التدخين هذا حيسبب لك السرطان الفلاني حيسبب لك المرض الفلاني على طول حتلاقي المريض غالباً غالباً يعارض هذا التوجيه المباشر وممكن يرفع صوته أنا والله أدخن لي 40 سنة 50 سنة ما ضرني في 50 سنة الماضية ما بيضرني الآن أنا يا ولدي أعرف في نفسي أكثر منك والحمد لله أنا بخير أنا مو هذا السبب اللي جيتك فيه اليوم أنا جيتك حشان مشكلة ركبتي وممكن يرفع صوته وممكن يزيد الجدال أنت ما تحتاج هذا كله أنت من تنقص هذا كله أسنى لذلك أفضل طريقة أنك تتجنب التوجيه المباشر طيب جاء الخصائي ثاني قال أنا ما حاوجه توجيه المباشر أنا حا أجيب بشكل غير مباشر مثلاً مريض يشتكي من ركبته أخشونا في الركبة ودخل العيادة والأخصائي يبغى ينصحوا بالرياضة يا أستاذي ترى الرياضة ما حتفيدك بس في ركبتك حتفيدك في مزاجك حتفيدك في تحسين لياقتك العامة في نزول وزنك كمان في طبيعة بشرية ثانية وهي أن أغلب البشر يميلوني لأنهم يصدقون ما يقولونهم عن أنفسهم أو ما يحسونهم برضو عن أنفسهم أنا صدق إحساسي حتى لو جاني شخص وقال لي ترى لا أنت ما تحس كذا لذلك ممكن يرد عليه المريض يقول له صح كلامك الرياضة مهمة وإلى آخره بس ترى أنا أكثر شيء أفكر فيه يوم أرجع بيتي بعد المشي أو بعد الجري الألم العظيم اللي بحس في ركبتي واللي ما أقدر أنام فيه الليل عشاني مارست المشي أنا ما يهمني أبداً كل الأبحاث اللي نجالس تقولها وكل كل ما نجالس تقوله كل اللي أفكر فيها الألم اللي أحسه أول ما أرجع البيت وبالتالي إذا لقيت نفسك في العيادة جالس تجادل المريض وهو يعكس الجدال هذا بالاتجاه المعاكس تماماً يعرف أنك جاز تصير في الاتجاه الخطأ أنت ما تحتاج هذا كله أنت فقط تحتاج أنك تسمع على المريض تعرف المريض اللي يجاك العيادة ليش؟ لأن المريض هو الذي يجب أن يعبر عن رغباته من أجل التغيير ما نريده هو استحضار تلك الرغبات من داخل المريض وهذا يعني أولاً قمع ما قد يبدو أنه شيء الصحيح الذي يجب فعله الذي يجب تغييره باختصار قاوم الرغبة بالتصحيح في أغلب جلسات تغيير السلوك الصحي حتلاقي المريض يدخل عندك وعنده بعض التناقض وهذا تناقض طبيعي يجي يقول لك يا دكتور والله أنا أحس أني أحتاج الشيء فلاني أنا عارف أني أحتاج أغير من سلوك الصحي بس يا دكتور يومي يجي يقول لك بس يا دكتور هذا هو الوقت المناسب أنك تدخل فيه أنت حتى ترشده بطريقة صحيحة وبأسلوب مناسب حتى تعرف البرنامج على ما هي الطريقة وما هو الأسلوب المناسب إن شاء الله طيب ثاني مبدأ عندنا هو مبدأ إفهم دوافع المريض نقصد فيه أنك تهتم بثلاثة أمور اهتمامات المريض وقيمه ودوافعه وليس اهتماماتك أنت أو قيمك أو دوافعك الأخصائي هنا مهمته أنه يتحدث بطريقة تثير وتستكشف جميع التصورات الداخلية لدى المريض نسأل بعض الأسئلة أنت ليش جيت العيادة إيش الشيء اللي منت قادر تسوي الآن إيش الشيء اللي لو اختفى الألم منك تماما حتمارسه على طول هتلاقي الإجابات تدلك على خطة علاجية مهينة ليش؟ لأنك هتعرف اهتمامات المريض هل المريض يهتم أنه يرجع ليعمله؟ هل المريض يهتم أنه يرجع ليمارس الرياضة؟ هل المريض يهتم أنه يلعب مع أطفاله أو أنه يسافر مع أهله؟ لذلك القيام بهذه بدنا اكتفهم دوافع المريض القيام بهذه الخطوة هي خطوة جدا مهمة وممكن أنها تصير في غضون المد العادية للجلسة حتى لو كان مدة الجلسة قصيرة حاول أنك توجهه بسؤال بسيط أنه ليه جيت أنت الجلسة إيش اللي جابك عندنا اليوم بأي أسلوب كان أهم شيء أنك تسأل بعض الأسئلة التي تستخرج من داخل المريض اهتماماته ورغباته بالتغيير ثالث مبدأ عندنا هو مبدأ استماع إلى مريضك نقصد في الاستماع هنا أنه على الأقل على الأقل تكون مدة الاستماع مساوية للمدة العلاجية الفعلية للجلسة يعني لو قلنا مدة على سبيل المثال فقط لو قلنا مدة الجلسة 40 دقيقة فنقصد في أن 20 دقيقة تكون استماع و20 دقيقة تكون علاج لأهمية الاستماع هنا أغلب المرضى يوم يجون سواء لأي عيادة حتى لو كانت استشارة نفسية وإلى آخره غالباً هم عندهم بعض الأسئلة داخلهم وينتظرون من الأخصائي الإجابات لكن في جلسات تغيير السلوك الصحي وإذا كان هدفك فعلاً تغيير السلوك الصحي لدى المريض الإجابات أبداً ما حتكون عندك الإجابات كلها تكمن داخل المريض أنت مهمتك أنك تثير وتستكشف هذه الإجابات من لدى المريض يعني نقصد فيه أنه يطلب الأمر أكثر من موضوع أنك تقول سؤال بعد أن تسكت فترة طويلة تنتظر المريض إجابك بعد أن تعطيه سؤال ثاني بعد أن تسكت الموضوع أكبر من كذا الأفضل أنك تتأكد فعلاً من فهمك لقصة المريض تجري بعض التخمينات حول معنى ما يقوله المريض وانعكاسه على حياته وسلوك الصحي عشان تطلع بأفضل خطة علاجية مناسبة آخر مبدأ عندنا هو مبدأ تمكين المريض تمكين المريض نقصد فيه أنه أفضل النتائج تكون عندما يأخذ المريض دور واهتمام فعال في خطة العلاج الخاصة به يعني ما يجي عندك وينتظر منك أن تعطيه الخطة العلاجية ويمشي لا يكون له دور فعال فعلاً في وضع هذه الخطة مرة أخرى نعيد ونكرر هنا أفكار المريض ومصادره هي المفتاح الوحيد معنى هذا الكلام أنه أنت تعرف أن التمارين جداً مهمة لكن المريض هو الوحيد الذي يعرف كيف يحط هذه التمارين في روتينه اليومي ما هو أفضل وقت لها ما هي أفضل طريقة عشان يمارس هذه التمارين باختصار يكون المريض هو مستشارك الشخصي ومستشارك الوحيد في حياته الخاصة عشان تضع الخطة المناسبة له مهمتك هنا هو أنك تدعم أمل المريض في أن هذا التغيير الصحي أو تغيير السلوك الصحي لديه هو أمر ممكن وبإمكانه أن يحدث فرق كبير جداً في صحته في نقطة أنه أحياناً ينجيك مريض العيادة وتلاقيه يعني يتكلم عن كل أفكاره الداخلية يفكر بصوت عالي على ما يقولون حول سبب التغيير حول سبب التغيير عن أهدافه عن أحياناً يقول لك كمان إيش هي العقبات اللي واجهها من قبل هذا المريض تقدر تتنبأ أنه هذا المريض فعلاً بيقوم بشيء ما تجاه صحته تجاه سلوكه الصحي ولو كان على المدى البعيد هذا المريض يضيحك أنت حاول تخلي كل مرة زيك نشطين باستخدام بعض الأسئلة المفتوحة حتى تثير جميع ما يفكر أو جميع الأفكار التي تكون داخل المريض آخر حاجة ربنا نقولها أن تشجيع تغيير السلوك الصحي بشكل فعال في غضون بضع دقائق هي عملية تحتاج الكثير والكثير من المهارة والتدريب هو الموضوع أبداً ما هو بسيط الموضوع يحتاج قراءة يحتاج تدريب يحتاج خبرة أملنا في تقديم هذا البرنامج هو المساعدة مساعدتك أنت عزيزي الخصائي لدعم رغبتك وقدرتك على مساعدة المرضى في تغيير سلوكهم الصحي وأخيراً تذكر جيداً قاعدة رول قاوم افهم استمع ومكن نلقاكم على خير